طبعا كلنا عارفين ان كيلو الطحينة بقى بميتين جنيه فطبعا دي حاجة غالية جدا فاحنا هنحاول نعملها في البيت طريقة اقتصادية كده وعلى قد ايدينا وان شاء الله هتعجبكم قوي ريحة وطعمة احسن من بره بكتير جدا جدا وزي ما انتو شايفين ده القوام بتاعها وكمان دي سكنت سخنة هنعمل بقى كمية من الربع كيلو سمسم واقل من الربع كيلو كمان هنعمل يعني تقريبا كيلو الا ربع من الطحينة يلا بينا نشوف ايه هي المقادير بالزبط ونشوف بتتعمل ازاي هنجيب كبايتين من السمسم يعني ممكن تعمليها كباية من السمسم الابيض وكباية من السمسم الاحمر هنجيب كمان معلقتين من الفول السوداني وكباية من الدقيق عليهم كباية من الزيت يبقى كبايتين السمسم عليهم كباية دقيق يعني مش مليانة قوي ومعاهم كباية من الزيت ومعلقتين من السوداني وده اختياري حبة زود دي مش مش عايزة تضفيه تمام هنحطه تاس على النار ونبدأ ان احنا نسخن بس كده السمسم احنا مش عايزين نحمصه او نحمره لا احنا هنعمل بس نشيل الرطوبة منه علشان يبقى ريحته حلوة وكمان يتطحن معاك بكل سهولة هنبدأ نقلبه شوية كده على النار ونبدأ نزود عليه معلقتين فول السودان وزي ما قلتلك حابة تضيف الاضافة دي تمام مش حابة خلاص هنبدأ نشوحه مع السمسم بالطريقة دي ويدوب بس كده لما تلاقيه سخن وقدرت تمسكي بأيديكي ما يكونش سخنة اوي طبعا يبقى كده تمام هو خلاص كده اتشال الرطوبة منه هننقله بقى ونحطه ببولة او اي طبق وهنجيب بقى كوباية الدقيق هنحطها بعديه على طول في الطاصة كده وهي سخنة هتبدأي بقى تحط كوباية الدقيق كده في الطاصة وهي سخنة وتخلي بالك احنا مش عايزين ندقيق لونه يغير علشان ما يغماش ليه الطحينة يدوب بس نديله تقليبة بسرعة بسرعة وممكن تطفي النار وتسيبيه جوه الطاصة وهي سخنة كده وبرضو علشان الرطوبة تتشال منه فخلاص كده خلصنا الخطوة الاولى هنبدأ بقى نجيب المطحنة بتاعتي او لو عندي الكبة زي دي هتبدأي تحط فيها بقى السمسم بالفول السوداني بالشكل ده وهنبدأ ان احنا نطحنهم كويس لما تبقى معاك نعمة او يعني اه زي الرملة كده زي ما انتم شايفين كده تمام هخلص كل الكمية انا عملتها على مرتين وبقت معايا بالشكل ده هنروح بقى على الخطوة التالتة الخطوة التالتة هنبدأ نحط بقى كل المئدير دي مع بعضها في دورة الخلاط ونخلطهم مع بعض ناعم جدا هتجيب الدورة بس في اضافة حلوة اوي او خطوة جميلة جدا هتحطي كباية الزيت في دورة الخلاط وهنعمل خطوة حلوة اوي قبل ما نبدأ نخلط المكونات مع بعضها هنحط كده الزيت في الخلاط بالشكل ده وهنديله كده ضربة بسيطة علشان يفتح معاك بالطريقة دي اه الطريقة دي او الخطوة دي هي اللي بتخلي ان الزيت ما يفصلش معاك اه من الطحينة بس كده هنبدأ بقى نضيف بقى السمسم مع الفول السوداني اللي احنا تحنناهم هنبدأ كده نحط النص الكمية وآآ نحط كمان نص كمية الدقيق ونشغل كده الخلاط عليهم وهتبدأي بقى كده والخلاط شغال تزويدي بقى الكمية يعني تحطي معلقة من السمسم على معلقة من الدقيق لحد ما تخلص المكونات كلها وتحسي ان القوام بقى نعم قوي ولو لقيت القوام معاك تقيل ممكن تزويدي كمان يعني آآ بمعلقة كده آآ معلقة زيت بمعلقة زيت لما القوام يبقى مظبوط معاك اهم حاجة ان انت تخلطيهم كويس جدا علشان تبقى نعمة معاك انا عملت دي اول كمية على فكرة يعني نص الكمية هابدى اضيف بقى النص التاني بس حبيت ان انا اورره لكم هحط بقى بقى السمسم وهحط كمان بقى الدقيق وهنرجع تاني نخلطهم في الخلاط مرة تانية كده تمام حطيت كل المكونات الباقية وهبدأ بقى اروح في الخلاط واحاول كده آآ اخفكم كويس جدا ولو لقيت كده لسه بوائي على جدار الخلاط كده او دور الخلاط تبدأ ان انت تنزليهم بمعلقة علشان يتفرموا كويس برضو مع آآ باقي الطحينة طبعا زي ما قلت لك حاول ان انت تخليها نعمة جدا هنروح بقى آآ ممكن يعني تكتفي آآ بكده وخلاص لقى انا هروح اصفيها كمان بمصفة علشان اشيل منها اي شوائب خالص او اي حاجة فيها تكون يعني متكتلة آآ بالطريقة اللي انتو شايفينها دي دلوقتي انا صفتها كويس يعني طلع منها حاجات بسيطة كده بس اهم حاجة انك تصفيها برضو بتديكي نتيجة كويسة كده تمام خلصنا الطحينة باقي الجهزة معايا القوام زي ما انتو شايفين حلو جدا لسه كمان سخنة القوام كمان هيتقى لما تبرد معايا آآ وكمان عملت معايا كمية حلوة قوي انا عملت الكبيتين السمسم من الربع كيلو وآآ بقى معايا شوية يعني يعني تقريبا يجي معلقتين من الربع كيلو فانا عملت آآ كبيتين علشان العيار يبقى مظبوط معايا لما تجرب يا عايزة بقى اضع في الكمية تمام اعملي برضو بنفس الكمية وضع فيها ويعمل معايا برطمان آآ كبير واحد صغير كده وهحطوه قدامكو على الميزان دلوقتي وهتشوفو عملت معايا قد ايه بجد بجد ريحتها كانت حلوة جدا كمان آآ طعمها جميل والقاون بتاعها مظبوط واللونها زي ما انتم شايفين انا متأكدة انك لو جربتيها في البيت مرة مش هتشتريها من بره تاني اعمليها في البيت بقديك كده من النظافة بجد ريحتها حلوة قوي آآ وكمان الطريقة آآ سهلة وبسيطة مش مكلفة قوي آآ يا دوب بس هتحطي كوباية دقيق كوبايتين سمسم كوباية زيت وهتعمل معاك الكمية اللي انت شايفها دي هي عملت معايا آآ سبعمية وخمسين جرام لان طبعا انا عاملة حساب آآ وزن البرتمانات انا وزنتهم قبل ما احطوا فيهم الطحينة يعني من ربع كيلو سمسم عملت آآ كيلو الى ربع من الطحينة الخام البيتي الجميلة جدا جربيها وهتعجبك اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبك وتكون استفدت منه ولو عجبك ما تنسيش اللايك والشير وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم